بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصمين واللعن الدعم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام عليك سيد أبا عبد الله السلام عليك يوم أولدته ويوم أعشته ويوم ألدته الشهادة والعظيمة على أرض كربلا أرض الطف في واقعات الطف التي قامت الدنيا لمن تقعدها لهذه اللحظة واقعات الطف التي غيرت وجه التاريخ وأفرزت كيف يكون الحق وكيف يكون الباطل وبهذه الفاجعة الأليمة نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسيها مراجع الديني أظام ونعزي من كافة بهذا المصاب الجلل أنا في الواقع بيّنت في الحلقة السابقة ما هي فلسفة الخلق باعتبار أني عندي مقصد من هذا وأريد أن أدخل إلى موضوع يتعلق بأصحاب الحسين عليه السلام ذكرت أنه الفلسفة من الخلق وبين الله سبحانه وتخلقنا ولا بد من هدايتنا باعتبار أنه لا يكون خلق عبث حاشا الله أن ننسب إلى ساحته العبث وإنما الله خلقنا لنصل إلى المراحل العليا متزكية النفس ولنستأهل الخلوذ والنعيم الأبدي باعتبار الحياة بعدها تستمر عدة مراحل سنمر بها وهي عبارة أيضا عن حياة لكنها غير حياة الدنيا الله سبحانه وتعالى هذه عوالم حقيقة لم تكشف لنا لهذا وهذه الأحضر ولكن نقول بمجرد أنويذ الإنسان تستمر حياتهم حتى الخلوذ الأبدي في الجنة إن شاء الله أو لا سمح الله الخلوذ الأبدي في النار على كل حال لا بد من إراءات الطريق والهداية هذه وظيفة الأنبياء وظيفة الأنبياء من بعدهم أوصياءهم ولكل نبي أو رسول وصي نثبت هذه القاعدة لكل بيع قاعدة لكل نبي أو رسول وصي وأوصياء نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الأئمن 12 ابتدان بإمامنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وذكر السابقا أن هذا اللقب أمير المؤمنين يختص فقط بإمامنا علي بن أبي طالب فقط بإمامنا علي بن أبي طالب الإمام الحسن المشتبى الإمام الحسن السيد الشهد أو هكذا الخلافة بعد نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بلا فصل أنا ذكرت مهمة جدا بلا فصل لإمامنا علي بن أبي طالب وانتهاءا بالإمام الثاني عشر إمامنا محمد المهدي بن حسن العسكري طبعا إمام المهدي هو حي يرزق وببركاته نحن نعيش ولولا وجود المبارك الإمام المهدي لساخة الأطلعي لدابت ويعطون هذا التوصيف بأنه كأنه وجود الإمام كالشمس وأنجل لها السحاب الإمام المهدي غائب لحكم أراده الله سبحانه وتعالى عجل الله فرجه الشريف وكذلك الأمة فلذلك نقول هذا القياس النبوة لطف اللطف يعني تقريب العبد من الطاعة وتجنب المعصية الله لطيف وهو الرحمة الله سبحانه وتعالى من تجليات الرحمة أنه تقريب العبد من الطاعة وتجنب المعصية الله لطيف فنقول النبوة لطف اللي يبعد فال النبي يأتي بالهداية يقربنا من الطاعة والجنب من المعصية النبوة لطف واللطف هاجب على الله فتكون النبو واجب على الله الله هو الذي ينتجب ويختار الأنبياء طبعا على أي منزل كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأي قرب كان لديه من الله سبحانه وتعالى وعلى أي توحيد انطوى وعلى أي عبادة انطوى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بحيث وصل إلى درجة تنزل بحقه آية أعوذ بالله من الشيطان رجل بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشغل لأنه كان يصف قدمه شريفتين إلى طول الليل ويعبد المولد جليس سبحانه وتعالى حتى تورمت قدمه نزلت هذه الآية الشريفة على كل حال فنقول أيضا الأوصياء أيضا هناك نص على الأوصياء نص على الأوصياء وهذا النص يكون من النبي الأكرم نص النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب بالموقف الذي بينته سابقا لا بد من تعيين وتعيين أوصياء فقط هذه المساحة رب العالمين فقط أما أنه تكون هناك يعني وراثة أو تكون هناك مثلا شورى هذا في الواقع لا نسلم به أبدا وإنما لا بد أن يكون هناك نص على الإمام وكل إمام ينص على الإمام الذي بعده والذي هو خليفة طبعا هم خلفاء نبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فنقول أيضا هذا قياس نسحبه على الإمام نقول الإمام لطف واللطف واجب على الله فتكون إمامة واجب على الله تعيين من قبل الله سبحانه وتعالى وأصياء نبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هم الأئمة الاثنى عشر ابتداء بإمامنا علي بن أبي طاب وانتهى بالإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف من هذا إلى أن أريد أن أصل أريد أن أصل لأنه هناك غيبة صغرى لإمام المهدي ابن الحسن العسكري وفي الغيبة الصغرى لديه غيبة صغرى وغيبة كبرى بالغيبة الصغرى إمامنا المهدي عين أربع سفراء خاصين يقوم بي تلبية وإجابة المؤمنين على سلتهم في الواقع كي لا تغيب الساحة ويكون هناك اتصال لكن غير مباشر عن طريق السفراء الخاصين والسفراء الخاصين الأربعة أو نواب الإمام الخاصين الأربع هم عثمان بن سعيد ومحمد ولده محمد عثمان بن سعيد ثم الحسين بن روح أنه بختي ثم علي بن محمد السمري هذه الغيبة الصغرى ثم لما وصل توجيه الإمام وأمر الإمام الإلهي بأنه تكون خاتمة السفارة الخاصة بالسفية الرابع أبلغ الإمام ذلك وقال له سيكون بينك وبين وفاك كذا يوم فعلا هذا ما حصل وبعده حصلت الغيبة الكبرى بالغيبة الكبرى لا بد من أن يكون هناك من يعني يبث الأحكام الشرعية وكي لا تحير الأمة لا تقف في حيرة لأن في الواقع سيكون هناك في الواقع نوع من التوقف وهذا أيضا لا ينسبل الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون يعني وناس يصلون إلى مرحلة بحيث يستخل الحكم الشرعي وكي لا تحير الأمة ولا تقف عند حي أحد دمعين وهذا ما حصل فعلا كما نص متنع على ذلك إمام الحسن العسكري وأما مكانا من الفقهاء صال النفسي مخالف من الأوام وطيعا لمر ولا فالعوام يطيعوه نفس المضمون عن إمام المهدي عج الله فرجه الشريف وهو ولده وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها لأرواح حديثنا والراد عليهم كالراد عفوا وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها لأرواح حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله نفس المضمون يذكر وإمام صلى الله عليه وسلم فإنهم حجتي عليكم الراد عليهم كالراد على الله مراجع الدين قطعا ليس بالأمر السهل عشرات السنين من فناء العمر في سبع ينصل هذا الفقيه إلى درجة من اجتهاد ويتصدى لإدارة أمر الأمة ويحفظ الأمة من بعقائدها وبث الأحكام الشرعية وهذا في الواقع أيضا هو يعني نفس وظيفة الأمة عليهم أفضل الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤصان ويحفظ هذا الدين يؤصان من الحراف وتحفظ عقائد الناس وفي الواقع هذا ما يقوم به مراجع الإنظام فطاعتهم مواجبة ولا بد من أن نكون حقيقة أطوع من أناملهم مراجع الإنظام نصل إلى أرض الله رضا إمامنا صاحب العصر الزمن بأمره تكون قضية الرجوع عليهم ونصل إلى أرض الله سبحانه وتعالى ولكي لا نتوقف في هذا الطريق الذي سيوصلنا إن شاء الله طاعة المراجع واتباع فتواهم من خلال التقيق طبعا هو الذي يوصلنا إلى الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعضيه ويجنبنا معاصيه ونسألهم سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء الذي حل بساحتنا يكشف هذا الوباء والداء الذي حل بساحت نجاح الكورونا ونسأله سبحانه وتعالى بحق إمام الحسين عليه السلام أن يمنع على المرضى الذين أصيبوا بهذا الداء والشفاء التام لهم الراقدون في البيوت والمستشفيات صلى الله عليه وسلم وبحق الحسين عيسى مرة ثاني وكرر أن يرينا يوم الذي سينكشف هذا البلاء بصورة تامة عن البلدان الإسلامية وآخر دعمنا الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة